في ضربة أمنية ناجحة تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة نقل وترويج قرابة عشرة أطنان من المواد المخدرة بنتاق قسم الجنين بالسويس وتقدر قيمتها المالية بنحو 270 مليون جنيها كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل القائم على جلب وترويج تلك الكمية استمرار لسلسلة الدربات الأمنية الاستباقية والحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لتجار ومروج المواد المخدرة والتي تعكس اليقظة الأمنية وضقة عمليات الرصد والمتابعة لضبط العنصر الإجرامية الضالعة في هذا النشاط الإجرامي بهدف حماية الشباب والنشء من الوقوع في براثن الإدمان فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية وتتبعت خطوط السير والتهريب وتمكنت الإدارة وبالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومدرية أمن السويس من إحباط محاولة الجلب والتهريب بنطاق دائرة قسم شرطة الجنين بالسويس وضبط أحد عناصر التشكيل أثناء قيادته السيارة المشار إليها وبحوزاته ستة وثلاثون ألف تربة لمخدر الحشيش تزن سلاسة أطنان وستمائة كيلو جرام و2300 لفافة لمخدر البانغو تزن خمسة أطنان وسبعمائة وخمسين كيلو جرام و130 لفافة لمخدر الهايدرو تزن مائتين وخمسين كيلو جرام وخمسة عشر كيلو جرام من مخدر الأفيون كما أمكان الضبط باقي عناصر التشكيل حال تواجدهم بنطاق دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمائتين وسبعين مليون جنيه هذه الضربة الأمنية الحاسمة التي تنجح في إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة عشرة أطنان من المواد المخدرة إنما تؤكد على اليقظة الأمنية الكبيرة لحماية مجتمع من أخطار المخدرات وكذا ضقت الضربات الأمنية وقوتها والتي تسهم في تجفيف منابع المخدرات عبدالله بركات التلفزيون المصري اشتركوا في القناة